كنت قد أردت بذاك الاسبوع مظلوميتهم عمر اللي بالأعظمية اللي واحد من أولاد الحرام طالب منها 75 ورقة حتى يجيب بولدها لأنعبتها قرار بيعادة المحاكمة بالرصافة ومانطة وأجل المحاكمة هكذا كانت المرأة تدعي في صراحة موقف نبيل أحيي بإكبار واحترام عالي للسيد وزير العدل على هذا الموقف اللي أمر بأن ينقل أبنائها من سجن الحوت إلى بغدان اليوم شفت أولادي بزيارة الأولادي أنا كلش أشكرك سيد الوزير الله يحفظك على تواصلك وياي وعلى يعني هذه الإنسانية والرحمة اللي انشملت بيها وعطفك عطفك الأخوي اللي شملتني بيه سيد الوزير أشكر تواصلك وياي واليوم شفتهم وإن شاء الله كلها بميزان حسناتك وإن شاء الله يا ربي الله يوفقك سيد الوزير والله يعجز الثاني عن شكرك يعجز الثاني عن شكرك أشكر كل الناس الخيرة أمثالك استاذ الله يبارك بيك الله يبارك بيك استاذ شكرا جزيلا لحضرتك أهمي أنا أقدم شكري جزيلا لكل القائمين بالسجن هنا يعني وأولهم السيد مدير السجن لأن على تعاونه وياي وكل الكوادر والله تعاونت وياي بشكل يعني يعني كلش أنا أحمد الله وشكرا يعني سيد سالار هذا موقف يحسب إلك وهذا برنامج ومقاطع بعد ماك واحد يكتم التاريخ مثل ما هو هذا يجوز إحنا نروح بعد مئة سنة يطلعون المقطع يقال إنه سيد سالار أنصف مظلومين بالسجن وأوقف حالة ابتزاز إلك وإلى كل السادة الوزراء والمسؤولين شوفوا المواطن لما يطب إلى مكاتبكم ولما المواطن يتقدمون لخدمة حقيقية سوف يصبح رسولا أمينا ورسول سلام بأن ينقل الصورة الحسنة التي يتمناها والتي تقدمونها حينما تلتقون بالمواطنين وهذا اللي أنا سنين أصرخ من أجله زين؟ أصرخ من أجله لخدمة الناس وأن نتعود جميعا إشلون من نخدم الناس إشلون نرضي الله أولا ونرضي المسؤولية ونرضي ضمائرنا هذا النموذج اللي إحنا مرات الولد يهددوننا عليه أو مرات يشيلون نجنتنا ونطلع بابا مو بهذه الطريقة تبنى الدول ومو بهذه الطريقة يكون الرأي والرأي الآخر كذلك يا أم عمر أقدم شكري وتقديري واحترامي إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأخ العزيز الأستاذ فاق زيدان وإلى مكتبه الخاص ومكتبه الإعلامي لأنهم أيضا يا أم عمر اتصلوا بي وهم أيضا يحدثوا فيتصلون بك ليحددوا موعد مقابلة المبتزين واللي يمتشون هنا وهنا يردون يظلمون العراقين والله أنا بما أستطيع أنا بما أستطيع أنا لا أمتلك إلا هذه المنصة الشريفة التي أطل عليها إلى الناس وإلى المسؤولين وإن شاء الله ننتظر محاكمة ولديتش وكل الذي حق يأخذ حقها شكراً أم عمر